على مد البصر وامتداد هذه المساحات الشاسعة تتنوع محاصيل الحبوب المتوقع انتاجها مع نهاية موسم الحصاد والدرس هنا بولاية اضرار لا صوت يعلو فوق صوت الحصادات توقعات بانتاج ازيد من مليون قنطار من الحبوب ما يقارب 23 الف هكتار اجمالي المساحة المزروعة بزيادة تقدر بعشرين بالمئة يتوقع ان يكون نصيب القمح الصلب منها اكثر من ثمانمائة الف قنطار وخمسة الاف قنطار من القمح اللين بالاضافة الى الشعير والخرطال تقريبا يعني عن المساحة الاحية لهذه السنة المسقية هي 17 الف ومتين وخمسين يعني هكتار مقارنة بالسنة الماضية اللي كانت 14 الف فعندنا يعني تقديرات هذه السنة لمليون وعشرة الاف قنطار فيها ثمانمائة وعشرين الف تحت الرش المحواري ومتين الف يعني هي من الفلاحة يعني او ما يسمى بالفلاحة التقليدية كل الظروف مهيئة سوى من نقل وآلة حصاد وآلة الغربة الثمن سنة هذه عندنا ان شاء الله مردود ان شاء الله من الخمسة واربعين فما فوق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله من الخير ان جميع الامكانيات متوفرة وهنا ولاية المنيعة يجرد باطنها بقدر شساعتها فتنبت من قمحها وشعيرها ما يذهل ناظرها توقعات بانتاج ما يزيد عن ثمانمائة وخمسين الف هكتار على مستوى مائتين واثنتين وعشرين مستثمرة فلاحية بمساحة اجمالية تفوق ثمانية عشر الف هكتار منها ما يزيد عن ستة عشر الف هكتار مخصصة لزراعة القمح الصلب وخمسة وتسعين هكتار للقمح اللين بمردود اجمالي متوقع ما بين ستين الى سبعين قنطار في الهكتار الواحد هذا السنة ان شاء الله رحنا نعوله الى ثمانمائة وخمسين الف قنطار والسنة القادمة ان شاء الله اذا كانت زادت توفرتنا بعض امكاني زادت دخلت بعض حوالي تسعين ميرش اللي رح تدخل في القدمة رح ان شاء الله نوصل الى مليون قنطار اذا يعني عنا 13 الولايات اللي رح نمونها بالبذور هذه يعني كانت سابقة بالنسبة لهذه الولايات الخاصة الجنوبية المنيع واضرار عينتان فقط عن ارادة سياسية حقيقية لجعل الصحراء بل الجزائر كلها ارضا تطعم اهلها وتذر مالا من عائدات صادراتها هي استراتيجية دولة سخرت من خلالها كافة الامكانيات المادية والبشرية لمرافقة حملة الحصاد والبرس ورفع حجم الانتاج بشكل عام حيث تم توفير عشرات الشاحنات والمعدات وفي مقدمتها الحصادات وقبل هذا توسيع المساحات المزروعة خصوصا تلك الممنوحة في اطار الامتياز خاصة في الصحراء وبواسطة استصلاح الاراضي بالاضافة الى التسهيلات المقدمة من طرف السلطات المحلية والمصالح الفلاحية على غرار منح رخص حفر الابار والكهرباء الفلاحية والنقل المجاني للمنتوج بالاضافة الى مخازن الحبوب وزيادة سعة استعابها فضلا عن الدعم اللوجستي المقدم من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ترجمة نانسي قنقر